هو فعلا تأخير صلاة العشاء سنة ولو آه يبقى قد إيه لو بتصلي العشاء في جماعة في المسجد لا يبقى تصليها في وقت العشاء وقت إقامة الصلاة لو هتصليها لوحدك فتأخرها سنة للتلت لآخر التلت الأول من الليل آخر التلت الأول من الليل لكن لو هتصلي في الجامعة صلي في وقت الصلاة وقت الإقامة الليل بيبدأ من المغرب وبينتيه على الفجر فتعالا كده نقول إيه نحسبها بالبساطة كده تعالا نقول مثلا إن المغرب خمسة والفجر خمسة مثلا يعني دول 12 ساعة يبقى قسم الليل على التلت تلت يبقى أربع ساعات من بعد المغرب يبقى لو بتصلي لوحدك العشاء لو بتصلي لوحدك العشاء ممكن تأخر العشاء أربع ساعات اللي هو تلت الليل يعني بعد المغرب يبقى ممكن تصليها على الساعة تسعة لو هو أربع وخمسة خمسة المغرب أربع ساعات تسعة ده لو هتصليها لو هتأخرها بتاعت استحباب تأخير العشاء وهو السنة كان سيدنا النبي بيأخر الصلاة كلها في الجماعة كان عليه الصلاة والسلام يطلع للصحابة ويقول لهم لو لا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير هذه الصلاة إلى هذا الوقت كانوا مرة عاديين مستنين نبي النبي أخر العشاء شوية لدرجة أنهم كانوا قاعدين مستنين نبي كده وحطين إيديهم كده وبيقعوا كده فالنبي قال لهم يعني مش عايز أشق عليكم لو كنا نحن كل يوم يستحسن نصليها في الوقت ده لكن هم كانوا بيصلوها على طول بعد العشاء في الطبيعي وكان النبي يستحب تأخرها لآخر التلت الأول من الليل أنا بعمل يلا أحب أصليها على طول علشان لما نتشغلش من اسمه إيه ده من أشخارجين وطبعا أحلى حاجة في الدنيا نصلي في الجماعة وربنا يتقبل منا ومن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل